بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن الجدول المحوري اللي بيسموه Pivot Table الجدول ده بيلخص لنا البيانات بتاعتنا بشكل جميل جدا وساعدنا في تحليل البيانات وان احنا نستمت منها اي ملاحظات واي حاجة هتفيدنا في شغلنا ايا كان نوع هذا العمل في البداية ده جدول بيانات لمبيعات طبعا هي عينة الغرض منها التدريب بنحصل منها على Pivot Table اللي بيساعدنا في تحليل البيانات بهذا الشكل طيب عشان احنا نعمله مع بعض ده الجدول انا بعلم على الاعمدة كلها لماذا؟ عشان لو في اي بيانات زادت في نهاية الجدول تسمع عندي في الجدول المحوري بعد ما باعلم كل الجدول من خلال ان انا امسك الاعمدة من فوق لحد الاخر اعمل insert جدول محوري او Pivot Table بيقول لي اختار خلاص انا اخترت هو حدده لي خلاص بالفعل بيقول لي حابب حضرتك النتيجة تطلع في صفحة جديدة ولا في نفس الصفحة من الافضل والمنطقي ان انا اختار صفحة جديدة او الاوكي حيطلع لي هذا الشكل رؤوس الاعمدة كلها ظهرت هنا واربع شبابيك او اربع خنات اعمدة فلتر بفلتر بي صفوف وهنا حاجة اسمها القيم او القيمة طيب حنبتدي نجرب مع بعض نشتغل اول حاجة عشان اسهل عن نفسي ان انا الاقي المتغيرات او رؤوس الاعمدة بتاعتي اجي هنا اعمل sort او فارز ابجدي عشان يترتب لي ابجدي يسهل علي ان انا اتعامل اول حاجة هجربها مثلا اخد الدولة اخليها في الصفوف هتطلع لي بالشكل ده بعد كده هاخد السنة اخليها في الاعمدة 2010 لحد 2015 بعد كده هروح ادور على اجمالي الثمن اخليه هنا طلعت النتيجة بالشكل ده كل دولة الناس اللي فيها اشتروا بهذه القيم دي مجموع مثلا الارجنتين وهكذا طيب انا عايز اعمل sort او فارز حسب الكبير للصغير اجي اقف هنا واعمل click mean واعمل sort من الكبير الى الصغير جاب لي الولايات المتحدة بمبلغ 14 الف دولار ربما مية اتنين وعشرين بعدها البرازيل سبعة الاف وبعدها الهند وهكذا هل ده ينفع امثله بشكل بياني او رسم بياني اه ينفع نختصب بس نشيل السنة مبدئيا ونحاول نمثل هذه الدول برسم بياني طبعا ينفع اعمل برضو في وجود السنين بس انا حابب الرسم بياني يكون بسيط مبدئيا في الاول وهنخصص حلقة كاملة ازاي نحط رسم بياني على البيفوت تابل وازاي نعمل حاجة اسمها سليسر في دروس جاية ان شاء الله ياريت اللي ما عملش سابسكرايب يعمل سابسكرايب عشان كل دروس جديدة توصلوا ان شاء الله ويفعل الجرس طيب هاختار الشكل ده هلاحظ ان تم عرض كل البيانات بتاعتي قدامي وانتهى السهولة وعشان كل الدول تظهر انا محتاج افتح الجدول اكتر تمام وخلي بالكو انا ممكن اتحكم هنا في اتجاه النص ده click mean format access اجي off هنا الانجل دي او الزاوية دي اقدر اتحكم فيها او بالعكس كده اقدر اتحكم فيها وهكذا ممكن اعملها كده تمام ده رسمي باني نمسحه تاني فرضا ده تقفل اعمل ايه اعمل click mean show field list اظهار قائمة الحقول انا هنا عند الدولة محتاج بعد الدولة احط المدينة مثلا المدينة اهي اخليها هنا فظهرت الدولة بعدها المدن بتاعتها وهكذا طيب انا محتاج اجيب السنة ابي الدولة هيبتدي لي بالسنة بعدين الدولة وبعدين المدينة حد ما يخلص 2010 كلها وبعدين يبتدي 2011 وهكذا طب انا هشيل المدينة عشان اسهل رقيتها لحضراتكم قدي 2010 وبعدين الدولة طيب فيه طريقة تانية فيه طريقة ممكن اخلي الدولة الاول اه ممكن بس تشوفوا الفرق لو خليت الدولة الاول هيجيب للدولة وبعدين سنين الدولة كلها واربع عضا ودي طريقة اعتقد هتكون اسهل للمتابعة يعني حضرتك اللي بتختار التتابع طيب انا حابب اعمل اشيل الدولة خالص واشوف المبيعات اخبارها ايه بالسنين والشهور قدي السنة وبعدها الشهور بتاعت كل سنة ينفع العكس ينفع العكس لو انا عايز اقارن شهر يناير في كل السنين يعني حضرتك تي فلسفة حضرتك ان حضرتك عايز تصل لحاجة معينة من خلال البيان بتاعك طيب فيه طريقة تانية فيه طريقة تانية ممكن احط السنة في الفلتر واخلي الشهور زي ما هي كده واجي اختار انا هنا مختار كله طيب انا ممكن اختار ايه انا ممكن اختار بس سنة 2010 و 2011 فجاب لي اجمالي ببيعات يناير في السنتين طيب انا اختار 2015 بس جابها لي لوحدها يعني من الاخر حضرك من حقك تحط الفلتر اللي عايزه طيب احط الدولة كمان في الفلتر ممكن طيب انا عايز مسلا دولة ااااااااااا اعايز الولايات المتحدة في كل السنوات دي الولايات المتحدة في كل السنوات بالشهور اجمالي كل شهر كان اخبروي طيب عايز احط الصنف اخلي الصنف مثلا في الاعمدة ده كود الصنف اروح القي نظرة انا هنا ده الشهر بتاعي لو حابب تكتب الشهور بتاعتك يناير فبراير هيكون اسهل لعنيك افضل ودي المنتج الاول والتاني والتالت وهكذا ودي الولايات المتحدة الامريكية تقدر حضرتك تعمل لهذه المنتجات مثلا نوع من الكلور سكيل وليكن زيدة بحيث ان هو يديك اخضر او احمر اخضر هنا هو رمز للاخضر المبيعات الكتيرة عايز تعكس من تظل ده تروح على فورماد وتختار العكس هيديك اللون الاحمر الاكتر حسب الحاجة اللي حضرتك عايزة يعني في الامراض مثلا اللون الاحمر هو فعلا بيرمز للخطر الاعلى اما في المبيعات اللون الاخضر هيكون مطلوب اكتر طيب عرفنا ازاي بنتحكم في ده طيب لو انا حبيت اختار من هنا منتج انا في قلب الجدول نفسه ممكن اختار فعلا بيانات معاناة اظهار لي خلي بالكم من حاجة مهمة لما بكون اعمل فيلتر السنة هنا معمول كلمة قولي يعني ان اواخد كل السنة وقت الدولة متحدد فيها حاجة محدد دولة واحدة طب انا عايز ااخد مثلا كندا وامريكا خلاص متحددها هي كمان انا كده هيكتب لي عناصر متعددة multiple items فكلمة قول يعني كله دولة واحدة او حاجة واحدة ظهرالي هتظهر لي اسمها اكتر من اختيار هيظهر لي multiple items او عناصر متعددة هنا طالما ظهر علامة الفلتر دي معناها ان انا نختار جزء من البيانات انا عايز الغي اخد كل الدول all طب انا هنا عايز اخد كل الproducts اوكي طيب انا هنا لو عايز اختار product بعينه منتج بعينه اعمل الاول دي select الكل من هنا ازالة التظليل او ازالة الاختيار من هنا واختار المنتج الخامس مثلا لوحده طيب ارجع تاني منين click mean اظهار الحقول انا عايز اقول لحضراتكم دي فلسفة حضرتك في التعامل طيب انا هنا اجمالي الثمن اجمالي الثمن كلمة some دي مهمة جدا لو انا عايز اغيرها اخليها حاجة تانية غير some بغيرها من هنا طب ايه الفرق هنا عشان فلوس وحاجات بتتعد اختار some طب افرد المتغير اللي انا بتكلم فيه مثلا هو عبارة عن قراءة نتيجة معمل يعني مثلا تترق معملي 160 180 120 هنا ما ينفعش اجمع الارقام دي على بعضها انا هعملها count او عدد هخليه يعدها لي فقط الاختلاف بيكون ان هو بيعتبر اي رقم مذكور مهما كان قيمة هذا الرقم هو عدد واحد فقط يعني لو انا جيت اغير مثلا هنا خلتها count او عدد شوفوا حضراتكم هنا سبع طلبات بيع اربعة تلاتة اتنين ستة واربعين طلب بيع دي عدد طلبات البيع مش التمن اللي اتدفع في هذه الطلبات عايز ارجحها لاصلها اروح على value field setting او اغير قيمة الحقل اللي متجمعها في العمود الى تجمية او جمع تمام زي ما بقول لحضراتكم فلسفتك في تحليل البيانات هي اللي بتخليك تختار الحاجة اللي حضرتك عايزها طب انا هشيل الصنف من هنا وعايز اقارن مثلا شهور بشهور في سنتين مختلفتين هعمل ايه اخد السنة من فوق من الفلتر اخليها في الاعمدة تمام وعايز انا دلوقتي عندي شهور السنة كلها عايز اختار من هنا سنتين اقارنهم ببعض 2010 و2015 قدل مقارنة بمنتهى السهولة طب هنا قال لك انا عايز مسلا مبيعات اول ثلاثة شهور بس اختارها من هنا بمجموعهم بكل شهر يناير فبراير مارس وهكذا يعني حضراتك هتلاقي حرية كبيرة جدا طب انا هاخد الصنف ده اخليه في الفلتر وليكن في قاعدة بيانات لامراض هيكون الصنف ده مسلا هو المرض هنا الصنف ده هو او منتج هنا ممكن اشيل كل ده واختار مرض الاول او المنتج الاول حسب قاعدة البيانات اللي انا شغال عليها ده المنتج الاول بس طب انا عندي مجموعة منتجات مرتبطة ببعضها وليكن المنتج ده والمنتج ده عايز اشوفهم مع بعض وهكذا يعني حضرتك اللي بتختار الطريقة اللي بتعامل بيها في حاجة اسمها مثلا هي حجم الاردرات لو انا هيخلي حجم الاردرات هنا في الصفوف في الاول قالك طلبية صغيرة في شهر اتنين وثلاثة ما كانش فيه في ناير طلبية عادية طلبية كبيرة طب ممكن اخلي الشهر الاول شوف الفرق لو خلينا الشهر الاول هيجيب لك يناير طلبياته العادية والكبيرة ولو فيه طلبيات تانية هجيبها هنا في مارس مسلا طلبية صغيرة طلبية عادية طلبية كبيرة عرفنا الفرق لما بيكون الشهر مسلا الاول يجيب لي الشهر وعند كل طلبياته بانواعها طب لما بيكون الطلبية الاول الطلبية الاول بيجيب لي الطلبية واتباعد في كل شهر ازاي زي مثلا الطلبية العادية بعد في يانير قدي في فبراير قدي في مارس قدي في السنتين دول عايز كل السنوات اختار كل السنوات من هنا زي ما بقول لحضرتك هي فلسفتك في اختيار الحاجة اللي حضرتك عايز تعملها طبعا زي ما قلت لحضرتكم كل ده سهل جدا تمثيله بيانية لو انا مثلا ظللت البيانات دي كده من غير الاجماليات مثلا اوقفت في اي مكان هنا وطلبت مثلا اعمدة هتطلع لي بهذا الشكل بقول لك هنا الطلبية الصغيرة طلبية العادية الطلبية الكبيرة وهنا السنوات تم تكويد هاد الوان 2010 لحد 2015 لو انا شايف ان في لونين متدخلين شوية ممكن اجي اقف هنا على اللون ده واروح مغير هذا اللون مسلا وليكن بلون بعيد خالص عن هذه الالوان وليكن اللون ده مسلا تمام اذا 2015 2014 وبعدين هنا 2011 وبعدين اللون ده 2013 والفين واثنشر وهكذا واقدر اوسع شوية الشكل بتاعي واتحكم في الفونت من انا اتقظل الشكل كله واكبر الفونت مسلا من هنا وادي له لون بلاك لان في الغالب هو او بشكل تلقائي بيختار لون فاتح شوية مش الاسود الغامق فهنا بختاري لون الغامق واعمل عشان اقدر اتحكم في شكل او عرض البيانات بشكل يريح العين اه بكده احنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا رجاء اللي ما عملش سبسكرايب يعمل سبسكرايب عشان الدروس اللي جاء ان شاء الله بازن الله اوعدكم هيكون فيها جديد وهيكون فيها حاجات جميلة جدا ولو اعجبكم الفيديو رجاءا دوس لايك والشير لكل صحابك وان شاء الله نلتقي في حلقات تانية اجمد من كده ان شاء الله بكتير وتستفيدوا منها في شغلكم وفي حياتكم العامة والخاص شكرا جزيلا